منذ اللحظة الأولى لانفجار مرفأ بيروت هبت الدول العربية من المخيط إلى الخليج للإعلان عن إرسال مساعدات طبية وغذائية للشعب اللبناني للوقوف بجانبه في أزمته مساعدات من شأنها الإسهام في انتشاد لبنان من محنته غير المسبوقة معنا من الكويت الكاتب والباحث السياسي عيسى لعميري أهلا بك أستاذ عيسى وأيضا من الجزائر السحفي العربي زواق أهلا بك أستاذ زواق عبدالرس خميسة عربية أبدأ معك سيد العميري الرئيس الفرنسي عندما زار بيروت على عجل بالأمس بعد هذا التفجير قال إنه لا يثق بالسلطة اللبنانية وستقدم هذه المساعدات إلى الشعب كيف يمكن أن تقدم هذه المساعدات ومن يثق اليوم بهذه السلطة تحديدا العواصم العربية التي وقفت إلى لبنان في كل محنه وقد تكون هذه الأقصى يسعد مساك أستاذ الفاضل ومشاهدين عبر القناة الموقرة والممتازة سكاي وكذلك شكر لمشاهدينك الكرام وكذلك لضيفك الكريم أحب بس أنوه الاسم الدكتور عيسى العميري أهلا بك دكتور مثل ما تفضلت اليوم المجتمع الدولي والعالم أجمع ما عنده ثقة بالنظام اللبناني بمعنى الصح الميليشيا اللبنانية على قرار ما شهدناه في 2005 منذ اغتيال شهيد الرفيق الحريري فبالتالي صار إجماع دولي بعدم ثقتهم بهذه الميليشيات الحزبية الكل يعلم بأن النظام الحزبي أو الميليشيات أو بما يسمى المافيا اللبنانية دأبت على يعني الخروج من العباء اللبنانية واللباس اللي هو العباء الإيرانية تحت مظلة ذريعة مقاتلين حتى تحرير فلسطين الكل يعلم ونحن نعلم وحتى التاريخ يعلم ما شهدناه في دولة الكويد من سنة 86 من اغتيال محاولة اغتيال الشيخ جابر الأحمد الصباح وصولا إلى اختطاف طائرة كيف يمكن البصل اليوم دكتور عيسى بين ما اقترفها بحق هذا الشعب المسكين وما بين هذه السلطة ومن يسيطر عليها نعم نحن نعزي نفسنا ونعزي الشعب اللبناني بما اغترف هذا النظام الأرعن يعني الخرج عن العادات والتقاليد حتى الأديان السماوية حتى الأرض اللي عليها تنبذ هذه نظام حزب الله أو بما يسمى حسن نصر الله أو بما يسمى الموالي لملالي طهران الكل يعلم بأن اليوم شرد أكثر من 300 ألف شخص مشرد أكثر من 100 ألف طفل اليوم بلا مأوى أكثر من 300 ألف بلا مأوى فبالتالي دأب على حرب لبنان لبنان التي تسمى عاصمة الشرق اليوم تسمى محافظة لملالي طهران في إيران اليوم دأب على نزع الفتير ودأب على التفجيرات يعني لم نعهدها وأول تفجيرات أستاذ زواق هذا الوصف للدكتور العميري اليوم كيف يمكن تضافر كل هذه الجهود العربية والمساعدات السخية نجدة لهذا الشعب المحاصر في الداخل شخص سيد الكريم المصيبة التي تعرضها لبنان في تفجير أو انفجار مرفأ بيروت هي مصيبة ومأساة بكل المقيس ولكن مع ذلك دعني أقول لك قد تكون نعمة على أنك عرب وعلى اللبنانيين بالدرجة الأولى إن أعتقد أن هذه المأساة والهبة العربية الشعبية والرسمية الشاملة غير المسبقة للتضامن والبكاء على بيروت مؤشر ومنبه وصدمة عنيفة نبهتنا إلا أننا عرب وأن سكان بيروت عرب وإخوتنا في كل شيء هذه الصدمة قد تعيد بيروت إلى مكانتها الطبيعية بيروت كانت عاصمة الثقافة العربية بيروت كانت عاصمة الفكر العربي التقدمي بيروت كانت عاصمة الجمال والحب والثقافة بيروت كانت عاصمة لكل عرب وربما نحن نحب كل عاصمنا العربية ولكن حبنا لبيروت يختلف وذو نغمة خاصة لذلك قد تكون هذه المناسبة بداية العودة للدور الطبيعي لبيروت بيروت كانت عاصمة عربية ولكن منذ انتصار الثورة الإيرانية وهي تبتعد عن خطوة 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 حتى تمكنت إيران منها وأصبحت مصدر شقاق ونفاق في كثير من البلد العربية للأسف الشديد ونقولها بكل مرة الآن قد تكون هذه الصدمة صفعة للذين أبعدوا لبنان وأخرجوه من واقع العربي وقد تكون بداية العودة التي نحلم بها جميعا وأعتقد أن هذه الهبة العربية التضامنية لن تذهب سودان من أجل توحيد مواقفنا من جديد نحن الآن كعرب مشتتون مختلفون ضائعون فهل بإمكان هذه الصدمة العنيفة أن تعيدنا إلى مكان التعبير دكتور عميري هذه والمثقف العرب هذه اللحظة الوجدانية التي تحدث عنها أستاذ العربي قد تكون اليوم لدى كل مشاهد لدى كل عربي أينما كان ولكن هناك حصار مفروض على هذا الشعب اللبناني الذي اليوم مهدد في لقمة عيشه في بيته في أمنه في أمانه وفي مستقبله كيف يمكن ترجمة هذه المساعدات بعد الحديث عن مؤتمر دولي وبأن تكون المبادرة عربية عربية نعم هما ثبات فضلت وأسلفت إحنا سبق تكلمنا فيها أن أساس الموضوع بأن إيران والتركيا تذكيان الفتنة الطائفية اليوم الشعب اللبناني أكثر من 17 طائفة وهما متعاوشين في أمن وسلام وأمن وأمان ولكن دخلت عليها الطائفة البقيضة الممزوجة من إيران وصدرت إلى لبنان فبالتالي قاعد تلعب على الطائفة البقيضة فبالتالي فرقت هذا الشعب العربي الأصيل المؤصل فقامت تخترق هذا الشعب حتى صارت فجوة أو القاب بين الشعب وطبقات الأخرى فبالتالي اليوم حتى المجتمع الدولي وحتى ماكرون زيارته أمس يا رجل أو يا أستاذ الفاضل وصلنا إلى قروج الآلاف بالمئات في منطقة الجميزة ويطلبون من الرئيس ماكرون بأن يرجع الانتداب ما نقول استعمار الانتداب الفرنسي وهذا ذروة اليأس وهذا ذروة اليأس لأنه ما عندهم مصداقية المصداقية أي تطابق لقوال مع الأفعال لا يرون إلا الظلم ولا يرون إلا الظلمات بلد لبنان المثقافة العلم التطور الإبداع هذا كذا ينصلخ من عروبته ويكون جار أو يكون قطعة من طهران فبالتالي حرام ما يحدث في لبنان اليوم ناهيك عن المفترض اليوم يكون يعني المحكمة بالخاصة في قيار رفيق الحريبي تم إرجاء احترام للشهداء إلى 18 من أغسطس فبالتالي العالم كله يجمع وحتى اليوم الشعب اللبناني يطالب بأن لا تكون يعني لا تكون تحقيقاتها محلية نبيها تحقيق دولي بإشراف دولي بإشراف دول عربية لأنه لا عندهم الثقة النظام الحالي أو بمعنى أصح بين غوسين الميليشياتي الحزبي التابع لحزب الله التابع لإيران فبالتالي اليوم الشعب اللبناني إن صلخ عن الأمور إن صلخ عن هذا وكان لتيار تابع كذا فيجب على العالم ومجتمع الدولي والدول العربية التي هبت بمساعدات أن تقوم بإرجاع لبنان إلى الحضن العربي إلى الحضن الدافئ إلى الحضن كل ما تشتكي بدل الإنسان هذا الشعب الذي يتحدث عنه دكتور عيسى لا حول ولا قوة له اليوم أمام ما يرتكب بحقه أي مبادرة عربية أي دور لجامعة الدول العربية في هذه ربما اللحظة التاريخية الاستثنائية وهذه الصرخات صرخات الاستغاثة التي نسمعها من بيروت وتملأ وتضج بها مواقع التواصل الاجتماعي منذ اللحظة الأولى لهذا التفجير الإرهابي والذي يحمل أكثر من إشارة لتدمير هوية العاصمة اللبنانية وما تحويه هذه المنطقة تحديدا أكيد الشعب اللبناني شعب يعيش مرحلة نعمل اليأس نعمل القنوط ولكن رغم ذلك أعتقد سيكون هو رأس الحربة في استرجاع مكانت وتحريب بلده اللبنان الآن أسير أسير يعني العاصمة أسيرة وكل لبنان أسير كما يقول ضيفك الكريم من الكويت الشقيقة هو أسير ميليشيات وأعتقد لا أتصور عملاً عربياً ناجحاً إذا لم يكن الشعب اللبناني هو رأس الحربة العرب مطالبون بأن يلعبوا دورهم وأتمنى أن تكون النخب العربية قبل الأنظمة العربية قبل الرسميات أن تكون النخب العربية في طالعة عملية استرجاع لبنان قبل كل شيء إذا وعلينا أن نثق ثقة مطلقة في الشعب اللبناني أجلها باللبنانية ليست باليسيرة وعيش الشعب اللبناني ليس يسيراً وليس بسيطاً الشعب اللبناني واعي وأعتقد أن من لولا لولا وباء كورونا لكان اللبنانيين قد استرجعوا بلدهم في الحركة الأخيرة يعني وباء كورونا عطل لبنان وعطل الشعب اللبناني الذي كان منطفضاً قبل الكارثة الأخيرة ولكن تعطل بعض الشيء وأنا متأكد ومقتنع وثيقة مطلقة في الشعب اللبناني أنه سينطلق مرة أخرى ويسترجع لبنان لمكانه الطبيعية ولوضعه الطبيعي أي مكانه العربي والمكان التي يستحقها وتليق به لبنان كان قائداً ومركزاً متقدماً للثقافة العربية والفكة العربية ولا أعتقد أن يصبح تابعاً لدولة أخرى غير عربية ثقوا في لبنان وسنثق فيه وسنرى منه ما يسرنا بكل تأكيد دكتور عيسى تحديداً نقطة للتحدث عنها أستاذ زواق دور النخب العربية اليوم ماذا كان يريد اليوم حزب الله من استهداف هذه النخبة اللبنانية هذه المنطقة المستهدفة فيها أعرق المتاحف أعرق الصرورات الأدبية أعرق المعارض الفنية المدارس الموسيقية وما تحويه بيروت منذ قرون بعيدة تدمير هذه الهوية للعاصمة وضرب هذه النخب اليوم يمحي ربما مرحلة مجيدة من تاريخ المنطقة العربية تاريخ الفكر العربي للأسف مثل ما أسلفت أستاذ الكريم أن لبنان اليوم دخل في أطراف كثيرة بمعنى دخولها إلى سوريا عن طريق مليشات حزب الله دخولها مع الحوثيين تزويدها في لقادة حماس فبالتالي خرج عن لبنان المسالم المحايد ودخل في صراعات لا قناة عنها بتزويد من إيران ب يعني أحداث بينها فترة وفترة فبالتالي للأسف لبنان انصلخ من الهوية العربية ودخل في الهوية الفارسية اليوم مطالب المجتمع الدولي بأن يكون أكثر قدرة أكثر فعالية أكثر يعني على القبض على هذا بما يسمى حسن نصر الله وملالي طهران وأن يحاكمون في المجتمع الدولي اليوم المفترض أن المحكمة الدولية تعلن عن أربع أشخاص ضيف عليهم شخصين حسن نصر الله وملالي طهران يجب أن يحاكموا لأنهم دمروا الشعوب لم نرى ونسمع بما يسمى حسن نصر الله أو ملالي طهران قاموا وعمروا كثير من المدن بل دمروها اليوم رأيناها في عز دارها لبنان 2005 في أيام اقتيال الشهيد الرفيق الحريري اليوم بعد 15 سنة لم نرى بهذا الحجم الهائل بما يسمى نتراتلمونيوم الذي كان مرفع لحزب الله وكل اللبنانين يعلمون بأن المرفع تحت مضلة حزب الله والمطار تحت مضلة حزب الله وبالتالي قام بتفجير هذا محاولة لإشغال الشارع عن المحكمة الدولية المتهم فيها أربعة من القيادين استاذي الفاضل هذه نتراتل أن الله الحمد كانت في حزب الله في الكويت قبل فترة بسيطة ولله الحمد تم القفض عليها ومما يسمى خلية العبدالي والآن مقبعون في السجون الكويتية كانت أن تأصف بدولة الكويت هذا الحزب أول من أنشأ قائمة التفجيرات وهو من قام بعمل التفجيرات وهو أساس للتفجيرات عن طريق إيران هذا كذا أن يبيد في الكويت ولبنان اليوم دمرها عن بكرة أبيها ولكن يضل الشرفاء منها العصيلين المؤصلين اليوم يجب أن يكون لبنان تحت البند السابع أو تحت الانتدام الفرنسي لأن المجتمع الدولي اليوم حتى ماكرون زيارته إلى لبنان ليس عليه ثقة فقال أنا رح أقدم وثيقة وإذا ما تزمت فيها الأطراف اللبنانية في 1 سبتمبر رح أكون لتقصرف ثاني اليوم المجتمع الدولي كله مع لبنان هذا الجريح هذا الشعب الأصيلي هذا الشعب الذي يدي حداثه وقتنا أستاذ عربي اليوم الشعب اللبناني يعيش تحت تهديد المدنيون محاصرون دور العربي دور رائد المساعدات التي تقدم الطائرات التي تنزل مطار بيروت منذ الساعات الأولى لحصول هذا التفجير وتدمير جزء كبير من المدينة يبقى الدور الأممي المطلوب ودور جامعة الدواء العربية في الذهاب اليوم إلى تدويل هذه الأزمة وتدويل التحقيق وقد تكون هذه البصمات هي الأهم كيف يمكن أن يكون المسار في دقيقتين من فضلك في دقيقة المسار أعتقد أن إذا ثبت أن حزب الله هو الذي فجر هذه الجريمة أو هو الوقف رأى هذا التفجير فأعتقد أن يعبر عن يأس يعني الإنسان الثور المجروح عندما يفقد الأمل في كل شيء يصبح يتصرف بها مجي لحدودها إذا ثبت ذلك فإن معنى هذا أن حزب الله ينتحر وهو بالفعل قد انتحر وأعتقد الصدمة مثل ما قلت في بديد حديثي الصدمة مؤلمة المصيبة والكارثة عظمتين ولكن مع ذلك قد تكون نقطة الانطلاق وبالتلاق قد تكون نتائجها ما شي قد تكون ستكون حتما نتائجها عقصية لأنها حركت الوجدان العربي بالشكل الذي نتابعه في خلال هذه الساعة منذ وقع الكارثة وبالتالي فأعتقد أن التحرير اللبنان الآن أصبح أمرا واقعا وثابتا قبل التحرك الدولي وأعتقد أن البداية التحرير الذي يكون للبنان فقط لنا جميعا كعرب لأن الانتكاسات التي عشناها منذ مدة طويلة ونحن نجتر الخيبة تلو الأخرى هذه مناسبة حركت وجداننا وحركت عقودنا فلتكن بداية للتحر من الإرث الإفلاس إرث القنوط إرث اليأس الذين عيشوا مدة مدة طويلة أعتقد أن مصيبة لبنان ستكون نعمة على لبنان وعلينا جميعا لأن نبهتنا أننا أصبحنا على حفة الكارثة ولابد من التحرك لإنقاذ مستقبلنا وأعتقد أن المناسبة قاد جاءت فلصنا أشكركم جزيل الشكر ضيفينا من الجزائر الصحفي العربي زواق وأيضا من الكويت دكتور عيسى العماري الكاتب والبحث السياسي من جديد شكرا جزيلا لكم